بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل يتجدد بكم اللقاء من رحاب المسجد الحرام من جوار الكعبة الشريفة من بيت الله الحرام مهبط الوحي مكة شرفها الله حيث وعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ونزل عليه آخر الكتب القرآن العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى للناس لنتدارس معا آيات من هذا القرآن الكريم كتاب رب الأرباب جل جلاله الله سبحانه وتعالى والإنسان لا يمكن أن يكون في ميزان الله عز وجل مهتديا ولا يمكن أن يكون ناجيا ولا يمكن أن يضمن لنفسه عدم الضلال حتى يتبع هذا القرآن وهذا بنص كتاب ربنا جل جلاله حيث قال العزيز الحكيم سبحانه وتعالى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى وقال العزيز الحكيم جل جلاله فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولهم يحزنون وهذا القرآن هدى الله الذي أنزله على خير خلق الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن هدى كما نذكر بهذا دائما لأن هذه حقيقة قرآنية عظيمة لأن هذه حقيقة قرآنية عظيمة أن القرآن كتاب الهدى فالله عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهذا الهدى الذي جاء من عند ربنا عز وجل مادته الحق والإنسان بدون الحق سيكون في ضلال ويتبع الضلال وماذا بعد الحق إلا الضلال ولذلك قال الله فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى فإذا كان الحق قابله الضلال وقال الله فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى إذن الحق أين سنجده نجده في هدى الله وهدى الله سبحانه وتعالى الذي هو هدى البيان والدلالة والإرشاد أساسه هذا الكتاب القرآن العظيم ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن كنت من قبله أي من قبل القرآن لمن الضالين وقال ووجدك ضالا فهدى فلذلك هذا الكتاب كتاب الهدى تضمن الحق تضمن الحق والحق الذي فيه من عند الله جل جلاله فهو وحي الله فأصبح هذا الحق حقا خالصا لا يشوبه الباطل أبدا في نزوله وكذلك لا يعتريه الباطل أبدا لأن الله عز وجل تكفل بحفظه فالقرآن نزل بالحق والقرآن محفوظ بالحق فأصبح من أوجب الواجبات لمن أراد أن يكون على هدى أن يتعلم الحق الذي جاء به كتاب الهدى القرآن العظيم وأن يعمل بالحق الذي وجده في كتاب الله كتاب الهدى أن يعمل بالحق وأن يثبت على ذلك لا يغير ولا يبدل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على طريق الهدى وأن يصبر على ما يجد في هذا الطريق ولا يؤثر عليه ولا يؤثر عليه من انحرف عن هذا الحق وظلم فلذلك هو مكلف أيضا بالصبر وأن يتحمل ما يجده عندما يعمل بهذا الحق ويستديم عمله بالحق الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم وهذا أمر عظيم ثم أن يستشعر نعمة الله العظيم عليه أن هداه للحق وأن وفقه للعمل بالحق وأن ثبته وهو يعمل الحق وأن جعله يصبر على ما يجد في طريق الحق إن هذه نعمة عظيمة هي تحتاج أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأنه بقدر ما يجد بقدر ما يجد في طريق قيامه بالحق فكيف يواجه ذلك وما الذي سيعينه على الصبر وما هو الزاد الذي سيأخذه لكي يصبر فالأمر أيضا رجوع إلى كتاب الهدى حيث الحق الذي سيجد فيه الزاد لكي يصبر على طريق الحق فهذا القرآن العظيم الذي الإنسان يجد حاجته في أول الطريق ليعلم الحق وليعرف الحق فمحتاج إلى القرآن كتاب الهدى ثم عندما يؤمن بذلك الحق فيحتاج معونة لقلبه ونفسه حتى يكون صادقا ومتيقنا بذلك الحق فيجد في القرآن ما يعينه على تحقيق ذلك ثم عندما يؤطر جوارحه بهذا الحق فيجد في القرآن ما يعينه على ذلك ثم عندما يستمر ويستديم على ذلك العمل يجد في القرآن ما يعينه على ذلك ثم إن وجد في طريقه أذن فيعود إلى القرآن ليجد العون على ذلك ثم إذا أدرك ذلك كله فالقرآن يجعله يشعر بعظم النعمة التي أكرمه الله عز وجل بها ثم بعد ذلك عندما يحتاج أيضا في طريقه في طريقه إلى زاد ليستديم وليترقى فيجد ذلك في القرآن فهذا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم العليم هذه المعاني العظيمة هي في مجموعها تملأ القلب يقينا بأن حاجة الإنسان متحققة عندما يعود إلى كتاب ربه عز وجل كتاب الهدى فإنه لا يمكن أن يستقيم الإنسان في سيره وأن يكون على صراط مستقيم إلا وهدى القرآن العظيم هو السبيل الذي يقوده في ذلك الطريق أن القرآن هو الذي يقوده في ذلك الطريق هو السبيل هو الهدى وهو الصراط المستقيم قل إن هدى الله هو الهدى قل إنه هدى الله هو الهدى وقفنا في درسنا الماضي ونحن نتدارس سورة آل عمران وأدركنا وأدركنا أن القسم الأول من السورة وهو ما يزيد أو يقارب منتصف السورة بل أكثر من نصف السورة إنما هو يتحدث عن قضية الإيمان عن قضية التوحيد لأن هذه السورة نزلت في شأن نصارى نجران ومحاورة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولكبارهم ولعالمهم ولكبيرهم فيما يتعلق بقضية نبي الله عيسى روح القدس الذي غلت فيه النصارى وأخرجوه من دائرة أنه عبد وأرادوا أن يجعلوه بل جعلوه رب ومن قال بأنه ابن الله وهذه الفرية العظيمة وهذا الزعم الباطل النبي صلى الله عليه وسلم حاور النصارى نجران ودعاهم إلى الحق وأمرهم أن يتركوا ما هم فيه من الباطل وكان ذاك الحوار المؤيد بآيات القرآن الموجه بهدى القرآن فكانت هذه الآيات الكريمات المباركات في سورة آل عمران تجعل الإنسان يقف مع جولة من جولات هذا الحق مع الباطل ونجد فيه كيف يتجل الحق بأضوح وكيف يظهر نوره وكيف يبطل هذا الحق يبطل الباطل ويكشف عواره وزيفه وكيف أيضا وهو في ثنايا هذا الكشف وهذا البيان الذي يجلي الباطل والفساد الذي فيه فإنه أيضا لا يغفل عن رسالته العظيمة أنه كتاب هدى أنزله الله ليهتدي به الناس فهؤلاء الذين اعتقدوا ما اعتقدوا فإن الآيات تدعوهم إلى الحق تدعوهم إلى الحق وتوجههم أن يعودوا إلى هذا الحق وعندما رفضوا فإن الباب يبقى مفتوحا لهم أعلّه أن تستشعر القلوب خطاب الحق وأن تدرك ما وقعت فيه من باطل وأن تقف على خصمها وعدوها إبليس الذي خدعها وأغراها وأخرجها عن الحق الذي أساسه وأصله تجده في فطرتها فلذلك يبقى الباب مفتوحا في دعوة هؤلاء الناس وإن لم يقبلوا لأول وهلة وإن لم يستجيبوا بعد الحوار والنقاش والمجادلة فالباب لا يزال مفتوحا ما دامت هذه الروح في الجسد فإن الله عز وجل يقبل من تاب ورجع إليه وهذه طريقة القرآن كيف أن القرآن خلال هذا الحوار يعلمهم أن هذا الكتاب كتاب الحق والإنصاف والعدل لا يظلم أحدا ولا يغضم أحدا فعيسى عليه السلام الذي كان في مرحلة ولادته ما كان من اليهود والانتقاص لأمه الصديقة مريم العفيفة الطاهرة المطهرة المكرمة المفضلة بتفضيل الله عز وجل من ذاك البيت الطاهر النقي بيت النبوة والتي كفلها الله عز وجل زكريا نبي ذلك الزمان كيف أن اليهود تكلموا في مريم عليه السلام فيأتي القرآن أيضا ليبين الحق ويبرئ ساحة الصديقة مريم عليه السلام ويبين أن ما كان إنما كان آية وكان وكان ومنا وكان عطية عظمى لهذه الصديقة حيث أعطاها أمرا لم يعطيه لمرأة قبلها ولن يعطيه لمرأة بعدها أن تلد المرأة من غير نكاح أو سبب فهذا الأمر العظيم الذي هو آية من آيات الله جل جلاله كيف أهل الباطل عندما لا يقفون ولا يتبعون الحق فكيف ينحرفون فجاء القرآن لتكون في هذه الآيات رد على فرية اليهود وهذا من جهة الانتقاص وكذلك رد لفرية النصارى وهذا من جهة الغلو والمبالغة وليبقى القرآن دين الوسط وميزان الحق والعدل والإنصاف فهو بين غلو الغالين وبين تفريط المفرطين فهو الحق والعدل فأخبر عن مريم عليه السلام وعن ابنها عيسى عليه السلام وعن مكانتها ومكانة بيئتها التي نشأت فيها وعن مولودها وعن عفافها وطهرها وعن عطية الله سبحانه وتعالى لمولودها وكان هذا ما وقفنا عليه وهو قول الله عز وجل مخبرا عن مريم عن مريم عليه السلام وبماذا واجهت الملك بعد أن بشرها بتلك البشارة وكما قلت سبحان الله عندما نقول أن غاية الوجود عبادة الله غاية الغاية لوجود هذا الإنسان أن يعبد الله والله نص على ذلك وحكمة هذا الوجود بهذا النظام وبهذه الطريقة وبهذه السنة حكمة الابتلاء والامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل الابتلاء فالامتحان والافتتان سنة ربانية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وها هي الصديقة البلاء يحيط بذلك العطاء وتلك النعمة فتكرم بها ولكنه في ذلك الإطار إطار الامتحان والابتلاء آية عظيمة من آيات الله ومولود عظيم نبي كريم من أولي العزم من الرسل لكن تلك العطية جاءت في إطار ذاك الابتلاء قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقفنا عند هذه الآية الذي يحدثها الملك ولكن الأمر عظيم اتجهت إلى من بيده الأمر اتجهت إلى ربها العظيم الكبير وأدركت ما هو أثر هذا الأمر وما سيكون وما سيكون من هذا العطاء بالنسبة لمن حولها من الناس فتقول قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قضية الخالقية إن من تدبر القرآن ومن قرأ القرآن من أوله إلى آخره سواء باعتبار ترتيب النزول أي ابتداء من صدر سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق أو بترتيب القرآن من الفاتحة إلى الناس فإن الأمر الذي سيدركه ويجده أن الله سبحانه وتعالى عرف بذاته العلية من خلال آيات القرآن وأنه يجد أنه ليس في القرآن شيء أخذ حيزا من آيات القرآن ولا قضية أخذت من العناية والتبجيل والتعظيم وبيان الأهمية كما سيجده الإنسان من قضية العلم بالله جل جلال فالقرآن يوقفك على هذا الملك العظيم الجليل الكبير المتعال الذي له ملك السماوات والأرض الذي يدبر الأمر جل جلاله فالقرآن يوقفك على هذا الأمر العظيم الجليل وكيف أن الله سبحانه وتعالى يستدل على هذا الأمر العظيم ويبينه للناس بيانا عظيما وسنجد أن هناك براهين يذكرها الله عز وجل في هذا الباب للدلالة على وحدانيته في الملك على وحدانيته في الخالقية والتدبير على وحدانيته في الإماتة والإحياء على وحدانيته في الرزق والعطاء والمنع على وحدانيته جل جلاله في تدبير هذا الكون على وحدانيته جل جلاله في أن الأمر بيده وأنه إذا أراد شيئا كان وأنه لا إرادة لأحد إلا أن يكون الله أراد هذه البراهين التي ذكرت في كتاب الله وتعددت في آيات القرآن فإننا لا نجد شيئا في هذه البراهين يتقدم على ذاك البرهان الأعظم الأجل وهو برهان الخالقية أن الله هو الخالق فلذلك كان هذا البرهان من الآيات الأول التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا البرهان اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم نجد التذكيد بهذا البرهان برهان الخالقية في ثنايا القرآن كله في ثنايا القرآن كله فهذا البرهان الأعظم لإثبات الوحدانية لله جل جلاله فيما يتعلق بربوبيته سبحانه وتعالى برهان الخالقية ثم سواء كان ذكر هذا البرهان في بعده الخبر وحقائقه وكذلك في بعده العمل في ملكوت السماوات والأرض والمخلوقات وكصة عيسى عليه السلام وقضية عيسى عليه السلام حقيقتها لمن استوعبها ووقف مع الحق الذي جاء به القرآن هي قضية آية على برهان الخالقية فكما كان آدم آية للملائكة في برهان الخالقية آمنت به الملائكة وما ازدادت إلا إيمانا بربها الخالق الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وكفر به إبليس الذي عميت بصيرته ولم ينتفع ببرهان الخالقية لما فيه من مرض الكبر والاستعلاء والغل والحسد فلذلك بدلا من أن يكون خلق آدم عليه السلام وما أعطاه الله عز وجل من علم الأسماء أن يكون برهانا على قضية على قضية الخالقية ثم إفراد الله عز وجل بالعبودية والتسليم له في أمره كان ما كان من إبليس فإذا قصة آدم قصة عيسى عليه السلام إذن هي آية مرتبطة بهذا البرهان الأعظم برهان الخالقية فإن الله عز وجل خلق عيسى عليه السلام من أم بدون أب من أم بدون أب كما خلق آدم بدون أم ولا أب فكانت تفرد في آدم بتلك الخلقة وكانت تفرد في عيسى عليه السلام أيضا بتلك الصورة في الخلقة فإذن هي آية في ملء القلب بكمال قدرة الله في الخالقية وأنه يفعل ما يشاء وأنه يفعل ما يشاء فالناس منقادون لنظامه الكون القدري لا يطيقون تغييره وهو جل جلاله الذي وضع ذلك النظام قادر على أن يغيره متى شاء فالأمر له جل جلاله فقصة عيسى عليه السلام إذن هي آية في أن يعود الناس إلى ربهم وأن يسلم له بالوحدانية وأن يكون برهان الخالقية البرهان الذي يبنى عليه ذلك الأمر ويؤصل ويؤسس عليه ذلك المعتقد العظيم في إفراد الله بالعبادة وأن ذلك فعله وأن عيسى عليه السلام آية من آيات الخالق جل جلاله إذن هذه قضية وقضية مهمة فإذا جئنا مع قصة عيسى عليه السلام الواردة في كتاب الله فإذن أول قضية نقف معها وهو أن في هذه القصة من العظة والعبرة أنه تأسيس وبناء للبرهان الأعظم الذي جاء في القرآن وهو برهان الخالقية وأنه لا خالق إلا الله وأن عيسى عليه السلام كان في وجوده وحياته وخلقته آية من آيات الخالق جل جلاله حيث تغير في حقه وفي أمر خلقته تلك السنة المضطردة لجميع من يولد باستثناء آدم عليه السلام فجميع من يولد من البشر إنما هو من أبوين وخلق الله عز وجل عيسى من أم بدون أب فإذن هذه القضية الأولى القضية الثانية أيضا وهي التي نجدها هنا في قوله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكم والتوراة والإنجيل هذا الإنسان الذي خلقه الله فأحسن خلقته والذي كرمه الله فجعله على الفطرة السوية النقية صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة فطرة الله التي خلق الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة فهذا الإنسان الذي خلق لكنه عندما يخرج إلى الدنيا فهو محتاج إلى شرعة تتلاقى مع تلك الفطرة السوية فيكتمل بنائه فإن الإنسان خلق في هذه الدنيا حارثا هماما وخلق ليحقق غاية الوجود عبادة الله وتلك الغاية سينبني عليها في تحقيقها عمارة للأرض عمارة راشدة وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق من الإنسان على وجه صحيح إلا بماذا إلا بهدى والهدى يأتيه من عند الله وأن هذا وعد الله لآدم عليه السلام حال نزوله من الجنة إلى الأرض فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا والله أوفى الأوفياء الله أوفى الأوفياء فما يآخذ عبدا ولا يعذب أمة إلا بعد أن يبعث فيها رسول والرسول إنما هو ناقل لهدى الله جل جلاله الذي ينزله عليه وقلنا من خلال قصة آدم التي تضمنت قلنا الحقائق الكبرى ولا ينبغي أن تنسى قصة آدم القصة الأم القصة الأولى التي ذكرت بحسب ترتيب المصحف قصة آدم التي أعطت الدلالة على أن الأصل في بني آدم هو الإيمان للكفر فآدم كان نبيا وكان مهديا بهدى الله وأن الله تاب عليه من ذنبه قبل أن ينزل إلى الأرض فإنه تاب عليه وهدى وهدى فهو مهدي بهدى الله لكي تقوم تلك الحقيقة العظيمة أن الأصل في آدم وبنيه الإيمان للكفر وأن الكفر طارئ على بني آدم والأصل في آدم وزوجه وذريتهم الأصل فيهم الأصل فيهم الاجتماع على الافتراء والله أخبر بأن الناس كانوا أمة واحدة واحدة أمة واحدة فالأصل فيهم الاجتماع على الافتراء ثم ثم ثالثا أن الأصل في تعليم هذا الإنسان والمصدر الذي يتلقى منه الحق أنه وحي السماء فآدم نبي يوحى إليه فإذن هذا هو الأسبق إلى تعليم الإنسان وحي السماء ثم تتابعت الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل وذكر لنا في القرآن عددا منها وهنا يذكر التوراة والإنجيل ففي قوله ويعلمه الكتاب فإخبار الله عز وجل لمريم عليه السلام عن مولودها وأن من كفالة الله عز وجل له أنه سيعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فهو من جهة يعطي دلالة على أهمية العلم وخطورته وأثاره في أن يكون الإنسان على الصراط هذا من جهة ومن جهة ثانية أن العلم الحق مصدره الوحي أن العلم الحق مصدره الوحي وهذه ثانية وثالثا أن الله سبحانه وتعالى الكريم الحكيم الرحيم ما ترك عباده بدون علم فكان وحيه هو مصدر هذا العلم الذي من عمل به اهتدأ وخرج من الضلالة فإذا كلمة يعلمه إذن عندنا هذه الفوائد الثلاث أهمية العلم أهمية العلم أن الله أوفى الأوفياء فهو يعلم عباده أن العلم الذي يؤصل للحق والحقيقة إنما هو علم الوحي إنما هو علم الوحي وفي الضمير وفي الفعل المضارع ويعلمه ما أيضا يشعر بأن التعليم سيكون متتابعا لعيسى عليه السلام ومستمرا ويعلمه الكتاب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الكتاب ويعلمه الكتاب من العلماء من قال أن المقصود بالكتاب هو خط الكتاب أي أنه يعلمه الكتابة فيكتب بيده بعدما يبلغ ويخرج من مرحلة الطفولة فإنه فإن الله عز وجل سيعلمه الكتاب ومنهم من قال يعلمه الكتاب المقصود به ما ذكر بعد ذلك وهو التوراة والإنجيل فسيكون عالما بالتوراة وهي الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى وكذلك عالم بالإنجيل وهو الكتاب الذي سينزله الله عز وجل عليه عيسى عليه السلام ومن العلماء من قال الكتاب المقصود به كتب النبيين كتب النبيين الذين سبقوا عيسى عليه السلام وإن كان القول الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين المقصود بالكتاب خط الكتاب بيده فالله عز وجل بشر مريم وهذه مكان مكان لعيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة الحكمة هنا حقيقة بالنظر كلام العلماء فنجد أن العلماء منهم من فسر الحكمة بأنها بأنها تلك الأعمال التي يقوم بها الحكيم والتي توصله أن يقوم على الصراط المستقيم ومن العلماء من فسر الحكمة بأنه من كان على الصراط المستقيم وأكرم بالحكمة فسيكون عنده المكنة في إنزال ذلك الحق على واقع الناس واضح إذن الحكمة إما أن يكون ذاك العمل الذي يقوم به الحكيم ليقيمه على الصراط المستقيم فلذلك من يعني الأقوال التي تدخل تحت هذا المعنى من قال بأن الحكمة طاعة الله والاتباع له طاعة الله والاتباع له وهذا ينقل عن مالك رحمة الله عليه والفقه في دين الله والعمل به واضح فهذا منقول عن مالك أن الحكمة هي طاعة الله والاتباع له والفقه في دين الله والعمل به فإذن هي تلك الأعمال التي توقف الإنسان على الصراط المستقيم وأما من قال بأن الحكمة هو ذاك النور الذي يهدى له هذا الإنسان ليكون بعد ذلك قادرا على الحكم بين الخلق وعلى أن يكون مصيبا في القول والعمل فيما يتعلق به أمام الناس أو بأعمال الناس أو من يكون عنده القدرة لمعرفة أسرار الشرع ووضع الأشياء في مواضعها إن كان حكما أو فتوى أو غير ذلك وهذه أقوال ذكرها العلماء فمنهم من قال الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء ومنهم من قال الحكم بين الخلق ومنهم من قال معرفة أسرار الشرع ووضع الأشياء في مواضعها فيقول الله عز وجل مبشرا مريم عن مولودها بأنه يعلمه الكتاب والحكمة والحكمة فإذن الحكمة هي ذاك النور الذي به الحكيم يعرف أسرار الشرع والتي بها يضع الحكيم الأشياء في مواضعها الصحيحة والتي بها الحكيم يحكم بين الناس بالحق والعدل لا بالباطل والجور فتلك الحكمة ويعلمه الكتاب والحكمة وإن قلنا ما قبل ذلك ومن الطاعة والاتباع فهو أيضا نجده في الحكيم ويعلمه الكتاب والحكمة ولذلك قال الله من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والتوراة والإنجيل التوراة قلنا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى والمعنى هنا في تعليم عيسى عليه السلام التوراة بمعنى أن من أرسل إليهم وهم بنو إسرائيل ما زالوا متعبدين بالتوراة التي أنزلها الله على موسى وكذلك متعبدين بالإنجيل الذي جاء فيه تخفيف على بني إسرائيل عن بعض ما جاء في التوراة فإذن هم إذن أصبح التكليف بما في التوراة وبما في الإنجيل والتي فيها تخفيف عن بعض المسائل والأحكام التي كانت في التوراة فلذلك كما أخبر الله عز وجل أن التوراة فيها نور وهدى وأخبر سبحانه وتعالى عن الإنجيل أن فيه نور كذلك وهدى وفيه تخفيف على بني إسرائيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فإذن هذه من البشارة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لمريم عليها السلام أن يكون عيسى عليه السلام بهذا الوصف ثم يقول الله عز وجل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم فإذن هو مرسل إلى بني إسرائيل مؤيد مؤيد بالمعجزات والآيات وكما قلنا أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل ويجري على أيديهم المعجزات التي بها التي بها يكون تصديق رسالتهم عند من يدعونهم إلى الهدى والحق فيكون في تلك المعجزات فيكون في تلك المعجزات ما يؤيد صدق الرسول فهنا يخبر الله عز وجل مريم عليها السلام بأن عيسى الذي يعلمه الله عز وجل الكتاب والحكمة والذي يعلمه التوراة والإنجيل وقبل ذلك أنه من الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى جاعله رسولاً إلى بني إسرائيل إلى تلك الأمة كثيرة العدد والتي كان لها شأن عظيم في مراحل من تاريخها حين قامت بميراث الخليل إبراهيم الكتاب والحكمة والقبلة فعندما أدت ذلك الحق نصرها الله وفضلها على العالمين في زمانهم وأيدهم الله وخذل أعداءهم فأغرق فرعون ونجى بني إسرائيل مع نبي الله وكليمه موسى عليه السلام وكذلك ملكهم ملكاً عظيما على زمن سليمان عليه السلام الذي آتاه الله ملكاً لم يؤته لأحد من قبله ولن يؤته لأحد من بعده وكما قال الله وكذلك أورثنا بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها فالله عز وجل أورثهم الأرض عندما قاموا بالكتاب والحكمة وأمر القبلة فهنا يقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام لأمه مريم ورسولاً إلى بني إسرائيل أي سيكون أي سيكون واحداً من أولئك الرسل بل ومن العظام منهم وسيكون واحداً من أولي العزم الخمسة كبار الرسل والأنبياء في تاريخ البشرية ومهماً وهم خليل الله إبراهيم وكليم الله موسى وروح القدس عيسى عليه السلام ورسول الله نوح النبي العظيم ثم سيد الأولين والآخرين وخاتم وخاتم الرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والرسل وسلم تسليماً كثيراً فإذن عيسى سيكون رسولاً إلى بني إسرائيل مؤيد بالآيات والآيات التي سيؤيد بها عيسى عليه السلام سيكون لها ارتباط بما تعلق بخلقته عليه السلام وكلنا أن خلقته هي برهان وآية مرتبط ببرهان الخالقية ولذلك نجد الآيات مرتبطة بنفس الأمر بنفس القضية بنفس البرهان العظيم برهان الخالقية أن الله خالق كل شيء فيقول ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم قد جئتكم إذن هو مبعوث إليهم وأن الله بعثه إلى بني إسرائيل وأن الله أيده وأيده بماذا؟ بآيات وليس يعني أيده بآيات من عنده سبحانه وتعالى بآية من ربكم ولاحظوا هنا أنه أضاف إسم الرب للمجموع ترغيباً في فتح قلوبهم لقبول دعوته والإيمان به وتصديقه عليه السلام بآية من ربكم ثم بدأ ذكر الآيات والمعجزات التي أيد بها روح القدس عيسى عليه السلام بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيراً بإذن الله إذن هو جاء ناطقاً مخبراً بأنه رسول الله إليهم ثم يريهم الآيات التي أجراها الله عز وجل على يدي لتكون طريقاً لتصديقهم به وإيمانهم به وتسليمهم لله جل جلاله والإيمان بأنه الخالق سبحانه وتعالى المستحق أن يعبد وحده جل جلاله أني أخلق لكم من الطين المقصود هنا الخلق إما أن يكون المراد به إبراز الشيء من العدم وهذا خلق وهذا لا يكون إلا لله وحده فهو الذي يوجد الشيء بعد أن لم يكن موجود خلق السماوات ولم تكن وخلق الأراضين ولم تكن وخلق آدم ولم يكن فالله هو الخالق فالخلق بمعنى إيجاد الشيء من العدم فهذا لله وحده وأما تقدير الشيء وتصويره فإنه يمكن أن يسمى خلقاً أني أخلق لكم فإذن هنا تقدير الشيء وتصويره أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أي على شكل الطير وصورته على شكل الطير وصورته فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله إذن هو يفعل ذلك يفعل ذلك ليكون دليلاً أولاً في قضية براءة الصديقة مريم وفي قضية أن ولادة عيسى بتلك الطريقة آية من آيات الخالق جل جلاله فها هو المخلوق الله عز وجل يجري على يده تلك الآية العظيمة أنه يخلق من الطين كهيئة الطير يصوره ويشكله على شكل وعلى صورة الطير وينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله فيكون طيراً بإذن الله فمن الذي جعل ذلك كذلك هو الله وعيسى عليه السلام إنما هو سبب يفعل ذلك والله عز وجل يجعل تلك الصورة شيئاً حياً فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله إذن هذه آية يجريها الله أجراها الله عز وجل على يد عيسى عليه السلام لها ارتباط بموضوع خلقته من جهة ولها ارتباط بموضوع الخالقية والبرهان العظيم وأن الله يخلق ما يشاء ويجري الأمر كما يشاء ولا رد لقضائه وأيضاً أنه يؤيد عيسى عليه السلام بهذه الآية حتى يقبله بن إسرائيل ويصدق برسالته ويتبعوه فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله إرجاع الأمر إلى الله بإذن الله الله هذا الإسم الأعظم الله المعبود الحق جل جلاله فإنما يحدث يقول عيسى إنما هو بإذن الله لا من عند نفسه ونرى ونرى بعد ذلك إذن فساد قول النصارى الذين يقولون أن المسيح عيسى هو الله فالله عز وجل في كتاب الهدى والحق يبين أن عيسى عليه السلام ولذلك الذاكرة التأريخية عندما تأخذ من مصدر الحق كم فيها من عظى وكم فيها من عبرة وكم فيها من فائدة وكم فيها من خير عظيم عندما تأخذ من كتاب الحق ذكر الله عز وجل لنا قصص الأنبياء فرأينا كما مر معنا وأشرنا إلى ذلك في أكثر من درس إلى تلك الفوائد العظيمة من خلال قصص الأنبياء والعظات والعبر التي تأخذ من قصص الأنبياء أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله عيسى عليه السلام ما قال للناس أنه هو الله عيسى عليه السلام ما أجراه الله على يديه من الآيات ما قال أنه من عند نفسه بل قال إنه بإذن الله إنه بإذن الله وأن ذلك الأمر إنما يتحقق متى ما أراد الله وشاء الله جل جلال وأنه ليس من عند نفسه فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وَأُبْرِئُوا الأَكْمَهَا أي ما سيكون في هذه الأمور الثلاث أيضا هو بإذن الله عز وجل طيب نقف عند هذه الكلمة في هذه الآية نكمل بإذن الله في درسنا القادم بمشيئة الله الله أكبر الله أكبر ورسل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين